المسألة هي الغلطة هنا كثير ذول يتصورون أن الإنشان إذا أراد أن يقف ليجور نبياً أو ولياً جاي يريد يجور هذا الجسد اللي تحول إلى تراب لا هذا غلط تصور جداً خطأ أنا ما جاي أجور هذا ما جئت لأجور الجسد اللي تحول إلى تراب وإنما جاي أنا أجور الروح المرفرفة الحية الخالدة اللي أشر إلها القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في شبيل الله أمواد بل أحياء فأنا عندما أزور لشهيد أو أزور الأنبياء ومو بس الأنبياء الناس العاديين من حضارتنا حضارة الإسلام أن النفس الناطقة حية يعني حقيقة الإنسان حي اللي يروح بالتراب الجسد جين إذن شنو المحاولة المقصودة من وراء هذا يعني الآن أفرض هالدعوة العارمة اللي تجعمها مثل ما قلت لك الشيخ ابن تيمية والقصيمي في كتاب الصراع بين الوثنية والإسلام وأكو شريحة تتبعهم في هذا المعنى وبذلك يخالفون كل المسلمين نبه كل المسلمين شحنا نمر بالموضوع أولا تخليني جي نلاحظ أن هناك محاولة هناك محاولة شواء كانت مقصودة أو غير مقصودة لإفراغ الزيارة من أي شيء لإفراغها من مضمونها ومن محتواها وتحويلها إلى عملية عبد يعني يقول لك أن هذا عندما يريد يوقف ويكلم صاحب الغو يشمع صاحب القابر ويشلم عليه على شنو يشمع ما يشمع جن تقول لك إذن شنو معنى الاشتحباب الوارد في زيارة القبور والروايات الواردة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بصورة عام ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة جن من وقف على قبر فقرأ لصاحبه شيئا من القرآن أعطاه الله من الأجر بقدر ما لذلك الذي يقرأ عليه نعم هذا مضمون الروايات جن هذا المعنى بروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وبروايات واردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وبروايات واردة عن أهل البيت كل الروايات متضافرة وعلى ذلك ألفت كتب وكتب بدأت أطيق بعض الأسماء شوف المدخل مثلا لابن الحاج جن وفاء الوفاء للشمهودي مثلا تأريخ الخطيب البغدادي شفاء الشقام للشبكي نعم الدرر المضية أيضا للشبكي أنا مستعد يعني حاضر أطيقائمة بعشرات بل بمئات الكتب نعم من كتب أهل السنة المعتبرة كلها تنص على مشروعية هذا العمل وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجور شهداء أحد والسيدة فاطمة صلى الله عليه سيدة النشاء كانت تجور شهداء أحد جن والمسلمين كانوا يجورونهم ويجورون مجموعة من القبور أشابي لك من القبور اللي كانت تجار مثلا احنا نعرف أن من القبور اللي كانت محل الجيارة كانوا يجورون قبر الصحابي شلمان المحمد رضوان الله عليه كانوا يجورون قبر شلمان قبر يجار من القبور المعروفة بأنها تجار جن من قبور الصحابة قبر بلال الحبش رضوان الله عليه كان من القبور اللي تجار نعم قبر الصحابيين أيضا طلحة والزبير من القبور التي تجار قبر أبو أيوب الأنصار أيضا من القبور التي تجار هاي من قبور الصحابة أما من قبور أئمة المذاهب الإسلامية قبر الإمام مالك يجار نعم وأكو روايات وروايات نصون عليها في كتبهم بأهمية زيارة قبر الإمام مالك وحده قبر الإمام أحمد بن حنبل نعم يجار بس مو بس يجار يقولون أن الله عز وجل يجوره أيضا تتنبه لي جين هو موجود الروايات في هذا جين قبر الشافعي يجار قبر أبي حنيفة يجار هم الأئمة أنفسهم كان يجوروا بعضهم قبور البعض الآخر لأن يقولون أن الشافعي جار قبر أبي حنيفة وأحمد بن حنبل جارق قبر الشافعي وأئمة المذاهب كانوا بعضهم يجوروا قبر البعض الآخر جين شيخ من أكبر شيوخ الحنابل أبو علي الخلال يقول الخطيب البغدادي هذا كان يروح كل أسبوع يجور قبر الإمام موشى بن جعفر والسلام الله عليه قالوا لي أنت تروح شو شوي قالوا والله ما همني أمر من الأمور وقصدت هذا القبر وتوشلت به إلا وقضى الله لي حوائجي عملية معاملة قالوا أنا عايشها بشكل عملي عملي أنا أروح هذا الرجل عندي أمر مهم أقف على قبره الإمام الشافعي يعبر عن قبر الإمام موشى بن جعفر يقول الترياق المجرب قبر موشى بن جعفر الترياق المجرب قبور أئمة أهل البيت كانت تجار قبور الأولياء قبور الصالحين على ذلك أصفق السلف والخلف إذا نرجع بصورة استيعابية ونرجع إلى هاي الكتب التي أشرت إلى بعضها وهناك عشرات الكتب المتضمنة لهذا المعنى كلها تبين مشروعية الزيارة وأن الوقوف على قبور الأولياء أو الأنبياء والاتجاه إلى الله عز وجل وجعل هؤلاء وشيلة نعم هذا المعنى مما أطبق عليه الخلف والسلف لكن من إجاء هذا الرجل نعم ابن تيمية واللي تبعوه من بعد بدأ بدأ يحمل حملات منكرة على الزيارة ويفندها ويشفه أدلتها وطبعا كلها مثل ما يقولون مصادرة على المطلوب لأنه ما عنده دليل متين ويؤشفني أنا أقول أنا ما أريد أقيم الرجل اللي يحب يقيمه يقرأ كتبه أنا ألفت النظر إلى كتبه خل تقرأ اقرأ أي كتاب ألف ابن تيمية وبالذات منهاج الشنة الواقع أنا لا أترك التقييم للقارئ نفسه المثقف بس أدعوه إلى أن يدرشه ويدرش أدلة الطرف الآخر وأترك له هو أن يطلع برأي أمالي جين وإلا في واقع الأمر كان الأئمة يجور بعضهم قبور البعض الآخر كانوا الصحابة يجورون قبور الشهداء قبور الأولياء قبور الصالحين نعم على ذلك مضت سيرة المسلمين جين شنو الغرض من الزيارة هذا لما يقول أن دول ليش رايحين يجورون إلما ومن يسمعهم هو من يقول لك أنا عندما أروح أريد يسمعني شو تنبه لي جين أولا إحنا نعرف أن هؤلاء يسمعون بشهادة الرسول نفسه النبي مر على القتل في قليب بدر من قريش ذول الذين قتلوا أبطال قريش وذبوهم بالقليب وقف عليهم قال إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا لي يا رسول الله أو يسمعونك تذول عندما أتكلمهم يسمعوك قال والله ما أنتم بأسمع منهم نعم ولا يسمعوني تماما لكن ما يقدرون على الإجابة أبدا جين نجي الآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام عدل القرآن عدل الكتاب نعم علي بن أبي طالب كتاب الله الناطق جين تلميذ القرآن اللي حمل مضامين القرآن قرآن يمشي على الأرض هذا الرجل يقف على القبور على الجبانة إصيح السلام عليكم يا أهل الغربة السلام عليكم يا أهل الوحشة أما الديار فقد شكنت وأما النشاء فقد زوجت وأما الأموال فقد قشمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم قال والله لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى نعم يسمعون الكلام إنت توقف الإمام المعصوم يوقف على الحسين سلام الله عليه يقول لها أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابه نبه لي إذن ذول عدل الكتاب الرسول نفسه وأهل بيته ذول ما يشكلون دليل إذا آراءهم وآراء الصحابة وآراء المحققين من العلماء وآراء جمهور الأمة الإسلامية كلها هذه ما تعتبر أدلة ناهضة بمشروعية هذا العمل يجبس يتصور هذا أن ذول وناس يعني سلبت مداركهم عقولهم بس هو الوحيد العبقري اللي يفتهم لا مو هكذا يا أخي مو هكذا لا مو هكذا الواقع هاي ثغرة ما تفتح على حضارة المسلمين بهذا الشكل من البداوة والغلظة أبدا الله عز وجل علمنا بجملة مما أنزل على لشان نبيه بأن هؤلاء ما ماتوا أبدا وإنما فرق بين أرواحهم وأجشادهم والأرواح شاهدة تشمع ومرفر فترى أهلها وتشمع ما يقولون لكن لم يؤذن لها بالكلام ما أذن لها بالكلام ولو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر